تعرضت هذه النبتة إلى الذبول رغم رطوبة التربة وتبدو التربة على غير ما يرام ويبدو عليها مظهر العفن نحتاج الآن لتأكد هل الجذور لا زالت تعمل أم لا إذا امتعشت النبتة تحت أشعة الشمس بعد الري نقول بأن الجذور سليمة وإذا لم تنتعش تحت الشمس وانتعشت تحت الظل نقول بأن الجذور مصابة والجذور الغير مصابة محدودة بالتالي يقل الماء الواصل للأوراق تحت ظروف التقس الصعبة نشاهد أيضا أن النبتة مصابة بالعناكد النبتة تعشت تحت الظل وهذا دليل محدودية الجذور كما هو واضح توجد جذور سليمة وجذور مصابة والمصابة متوقفة عن العمل ولا يمكنها شرب الماء بشكل طبيعي وفي النهاية أضف إلى معلوماتك ليس كل نمو خضري كثيف وراءه جذور كثيفة وسليمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر